أخي جرجس يعني في موضوع كمان برضو احنا يعني حديثنا في الرجاء الذي نحتاجه بس انتو أنا منعرف انه كل شيء بيبتد في القيادة يعني بتشوف واحدة من المشاكل الكبيرة في العهد القديم انه الناس ضلت وابتعدت كخراف ضالة في كده نبتكلم عن الموضوع والسبب الرئيسي كان القيادات سواء السياسية او الدينية من الكهنة ومن الرؤساء والانبياء الكذبة طبعا واللي يعني جعلوا ان الشعب يعني ما فيش المثل الامامه واليوم طبعا منواجه مشاكل كتير ومنشوف يعني خدام اما بتيقس او بتفتر او يعني وانت قريب لهذا الشيء لانه انت على قلبك كمان الخدام عاوز يعني انه نحكي كمان في رسالة تشجيع للخدام شارك اللي على قلبك واخنزار بالنسبة للخدام فعنا نركز كلمة للخدام مش بس عشان الخدام انا نفسي كمان انه اي رعية اي ناس بتحضر في كنيسة ده وقت صح احنا دايما نظرتنا للرعاة انه هم يهتموا بينا يسألوا علينا وكده بس عايز اقولك ان الخدام دول بشر محتاجين بيتعبوا بيدعفوا كده فده وقت كمان اننا نحس بالخدام واللي بيمر بيهم على فقه يمكن فيه ناس تتخض بس من دمن الاحصائيات اللي موجودة دلوقتي في نورسا امريكا عملوا احصائية في وقت الكورونا خلال السنتين اللي فاتوا بسبب الاحداث والاخبطة اللي اثرت على الكنايس كمان لقوا انه 40% زيادة من الخدام اللي عايزين يسيبوا الخدمة 40% من الخدام بيفكروا خلاص عايزين يتركوا الخدمة بسبب الاحداث دي وكأنهم يعني ضغط الرعاية زاد وده ما يلغيش انهم عليهم وعلى قسارهم ضغوط معينة هقولك حاجة غريبة خندزار انا لانه برضو يعني مرسوم تحت هيئة معينة وكده فدايما فيه مؤتمرات للقصص والخدام المتفرغين وكده طبعا كل حاجة تحولت اونلاين بقت زوم كل حاجة زوم واستغربت حاجة غريبة جدا الاقي ان الكذا مؤتمر اللي فاتوا اللي عاملين للخدام كلها مواضيع زي ايه ده للخدام مش مثلا لا ازاي تخدم الناس اللي بتعاني او كده لا اكتشفوا انه كمية الخدام اللي عندهم مشاكل بقت زينية ومنتلي الضغوط اللي عليهم حاجة مش طبيعية الناس بقت تشارك حتى الخدام بين بعض ازاي انه بسمع ده عادي جدا احنا بنروح لكانسلور علشان احنا عندنا انجزايتي دخلوا في سكك فما احوج الخدام وانا عايز اقول ان ده مش عيب ده مش غلط لو حد من الخدام بيمر بحاجة زي كده عايز اقولك انه كلنا ممكن انه مر بأوقات صعبة وعايز اشارك شوية على الموضوع ده بس الفكرة انه مهم جدا جدا انه نصلي من اجل الخدام اشتركوا في القناة